لما سألت الاخ الوزير في تسعة ثنين طلعت تسعة عشر ثنين قلت له ايضا مطلوب منك توظيف البنات الكويتيات الخريجات كلية الشريعة ليش ما توظف صار لك خمس سنين ما توظف طرى ملزوم انك توظف قال ما عندي درجات قلت له بس عندك وافدين عندك وافدين وعندك قرارات خدمة مدنية بالاحلال ما ملاقولة كويتيات قاعدين خمس سنين بدون أضائف ما منطق خارجي جامعة الكوت قاعدين خمس سنين بدون أضائف والمقابل تجيب وافدين في هالمكان هذا كله ثلاثة ثمانية نزّل الإعلام تغضيف يا اخي ليش يا اخي ليش لايش تنطرني اأستجوب يا اخي ليش تنطرني يا اخي قلت من الاول قعد اقول собلك من الاول قاد اقول كي plante بس توجه قاعد من خمسة شهور لما ثمانية وعشرين سبع اعلنت ثلاثة ثمانية نزلت. اعلان سوري تابون تقصون على الناس. شوف مكتوب في الاعلان. تعلن وزارة التربية عن البدع ثلاثة ثمانية في استكمال اجراءات تعيين الهيئات التعليمية من ابناء الكويتيات وزوجات كويتين والخليجيين مقيمين. وتؤكد على استدعاء الفئات المذكورة اللي تم تقديمها في فبراير الفين وتسعة عشر اللي احنا تكلمنا عنه. لما نزل هني اعلان ثلاثة ثمانية شنو قال? قال اللي سجلوا بثلاثة ثمانية احنا الان بتسعة اثنين احنا الان بنشوف توظيفهم. بعدها بتسعة ثمانية نزل اعلان ثاني والغى اعلان ثلاثة ثمانية ونزل اعلان جديد. بالتخصصات معناته ثلاثة ثمانية كان تدليس اعلانه. طبعاً كل هالاعلانات السورية. ما راح احد يتوظف. روح قدم وروح قابل وروح كذا بالاخير بيسقطونكم وبيجيبوا الوافدين. كل هدفه يطوف الاستجواب. اقسم بالله العظيم. قسم يحاسبني عليه الله. ان هذه الاعلانات كلها سورية. وكلها يقصون على الشعب الكويتي. وراح يتذكرها الشعب الكويتي لما يخلصوا الاستجواب. كلها سورية. ولا راح ينجح احد. ولا راح يقابلون الا القلة. ولا راح يوظفون الف درجة. كلها وافدين. وامخلصين ومرتبين وامطلعين قرالاتهم. للخارج. يجبون الوافدين. على حساب الكويتيين وابناء الكويتيين. تخصصات كلها موجودة عندك هنا. شوفوا هذه الاعلانات هذا التعينات. في في من ديسمبر لفبراير اثنين. لفبراير عشرين. شوف التعينات هذه اللي الكويتيين ملاقينها. قاع يعينون لغة انجليزية. تعينات بدون اعلان. لاليوم ما في اعلان. شون عينتم من ديسمبر لعشرين لفبراير. وتخصصات الناس ملاقين وظائف يابو اللي يابون يزرقونه. نواب ربعهم اللي يابونهم طيبون خاطرهم. نعطيهم مدرسين انجليزي. مسكر انجليزي. ماكو انجليزي. تاريخ مسكر تاريخ. في احد توظف تاريخ. ما يتوظف تاريخ كل جامعة الكويت. ما دري شنو. كل الكلية لجامعة الكويت اللي ما في توظيف قاعدين وظنهم الان. الربعهم والشراء ولاات النواب. يعتقد الوزير انه بشراء ولاات النواب انه بينجوا من الاستجواب. وكل نائب يعطيه ثلاثة اربع توظيفات بدون اعلان. يعتقد انه بينجوا من هذا الامر. ليش توصل لهذا الامر? اذا انت وزير قاعد يوظفون بدون اعلانات ما تدري هذي مشكلة. مشكلة كبيرة. ومكن تدري هذي مشكلة اكبر. اصعب حاجة تواجه فيها الشعب الكويتي التوظيف. استجواب سمو رئيس وجزراء في استجواب النفط عندي محور التوظيف. شوفوا التعاقدات الخارجية هني القبس واحد عشرين واحد. كاتبين انهم بياخذون تعاقدات خارجية من فلسطين والارد. وافدين بيجيبون من برة. والكويتين مناقين وظايف. ويجي الوزير يقول لك والله ما قاعد تجيب كيميا وتجيب فيزيا وتجيب رياضيات وتجيب انجليزي وتجيب فرنسي والكويتين تقول لك ما انا ما اخذ من جامعة الكويت انا اخذ من كله التربية. كاوقع تجيب انت. كاوقع تجيب انت هني.